اشتركوا في القناة في الفيديو بتاعنا النهاردة حبيب قلبي هنضف التلاجة في صندفات عميقة جدا عايز اقول لكم ان الفيديو ده تكملة للفيديو اللي فات بصوا زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان انا ليا فترة كبيرة مروحتش اشققه وكده فزي ما اصطدمت بالسلم والمدخل برضو خدت صدمة التلاجة بس الصدمة التلاجة كانت اصعب شوية من السلم ليه؟ ان معروفة ان السلم هيبقى فيه ترابه وكلام ده كله لكن التلاجة تبقى بالشكل ده وبالمنظر ده طيب ايه اللي وصلها للشكل ده؟ ويه اللي خلاها متسخة بالشكل ده؟ هنعرف كل حاجة ما ابدأ ايه كده زي ما شفت ومعايا وكانش ينفع طبعا ان انا انضف التلاجة ومكانها وهي في المطبخ يعني فحاولت ان انا ادخل التلاجة الحمام عزاكم الله لكن في نفس الوقت منفعش خالص ازاي اخسل التلاجة وانضف التلاجة في الحمام عشان طبعا كمية المياه وزاي ما قلت ان احنا مش عايشين في الشقه هناك فبالنسباني يعني كل حاجة فاضية وزاهل بالنسباني فمنفعش خالص ان انا دخل التلاجة اطلاقا في الحمام فمن المهمة فمن المهمة فمن المهمة فمن المهمة محيف بداخل بادي اشتركوا في القناة 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 الأولين مرة واحدة بصوا لوصل معايا الفريزر بالشكل ده أنا في الطبيعي بعمل ايه بروح جايبها في الأرضية بتاعت الفريزر بجيب مفرش بجيب شنطة بلاستيك بروح فردها فين في الفريزر في الأرضية بتاعت الفريزر ولكن بقى أي حاجة بحطها بحطها على المفرش ده بيبقى بالنسبة لي أحسن وأوفر كمان بكتير يعني أوفر في التنظيف وكده لما جا نظف التلاجة طمطفات خفيفة كده بروح شايل المفرش بكل حاجة عليه مش عايزها كل حاجة يعني مش عايزها بروح شايل المفرش وغيره كده يعني بيبقى الأرضية بتاعت الفريزر إلى حد ما بتيبقى مضيفة يعني هي بمجرد فوطة كده بتيبقى بتبرق أنا وأنا بشيل المفرش آخر يوم كان ليه أو كده كان مفروض أعمل ايه وأنا بشيل المفرش بعد ما شيلت المفرش كنت أبص في التلاجة ايه اللي نزل من المفرش بس أنا بصراحة ما أخدتش بالي ايه هو اللي نزل من المفرش وسبت التلاجة طبعا التلاجة عشان أنا فصلت عنها الكهربا بعد ما فصلت الكهربا وصلت المرحلة اللي انت شفتوها دي ما فيش الكهربا ولا اي حاجة فعشان كده حصل تعفن حصل بتاعتها بقى بيضة وكده عشان ما فيش كهربا لكن لو فيه كهربا مكنش هيبقى فيها كده كمان مكنش هينفع أن أنا أسيب التلاجة في الكهربا والتلاجة فاضية فدي غلطتي غلطتي أن أنا ما بصتش ورايا بعد ما شلت أو ما بصتش على الفريزر بعد ما شلت المفرش دي غلطتي نيجي بعد كده للتلاجة من تحت التلاجة من تحت زي ما انتوا شايفين كده هي نظيفة مش بدرجة اللي فوق فاهميني ازاي اللي شفتوها في البداية كده شفتو على الرف طبعا زي كور بيضة وكده على قصد كور سودا على رفض ده فحم أنا بحب أحط فحم دايما في التلاجة بصوا الفحم بيسحب أي روايح بتكون في التلاجة أنت مش عايزها روايح متضايقة منها أي حاجة مش عايزة كمان الحاجات اللي أنت بتحطيها تاخد من روايح بعضية فاهمة زي أنت بتحط الفحم ده بيسحب أي روايح عندي يعني بينظم الريحة وكده بمعنى أصحة أو بالبلدي بصوا عشان أصبني التلاجة بكمية المية دي عايزة أقول لكم إنه غلط جدا جدا غلط على التلاجة التلاجة عشان تحافظ عليها ما تحطيش عليها المية مش معنا كده أنا كنت تسيب التلاجة معرفنا التلاجة تروقيها على طول وتنظفيها على طول وهي بفوتة كده مبلولة وتنظفيها بتبقى بتبرق لو إيدك فيها على طول أنا دايما بعمل كده بصوا لو عايزين تشوفوا التلاجة أو تنظفوا التلاجة من غير ولا نقطة مية أنا كنت عملته قبل كده على القناة لو حابين تشوفوا الفيديو أنا سيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف كمان في حاجة أنا بعملها في التلاجة في الباب بتاع التلاجة عند الحوامل بتاعت الباب طبعا بتكون متكومة حاجات وأكتر حاجات بتبقى وإنت بتنظفيه بتبقى مملة في الباب ده الباب بتاعت التلاجة الحوامل بتاعته بيبقى مملة جدا في التنظيف عشان انا اتخطى مرحلة اللي ان انا عود فترة انظف فيها وكده وشفتوا في البداية ان الباب كان نظيف جدا جدا مفوش اي حاجة ليه عشان انا وانا بروأ التلاجة او انا بنظف التلاجة بجيب اي ورق عندي بفردوا فين قدام الحوامل كده بحطوا على الحوامل مش الحوامل الوردية عن بتاعة الباب وبحط اي حاجة بركينها بركينها على على الورق ده وبكده انا كنا حافظت على التلاجة والتلاجة بتاعت بيقيت نظيفة لو حابين زي ما قلت لكم انتم تشوفوا الفيديو انا عاملت طريقة دي في الفيديو اصيب لكم لينك بتاع الفيديو في صندوق الوصفة لو انت حابت تحافظ على تلاجك لكن تعملي زي كده وتبهديل الدنيا بالمية التلاجة بتاكلها البرومة البرومة يعني ايه بتصدي فانت عشان تخطي مرحلة ان التلاجة بتاعتك تصدي او تاكلها البرومة ما تخسليش بمية او صبنيها بمية انا بس عشان انا مضطرة ان انا اعمل كده انتم شفت المنظر كان لازم ان انا اعمل كده صب انت التلاجة من بره ومن جوه وكمان جبت اماشا او تجيبي فوطة بنشفت بيها التلاجة كويس هنا زي ما انتم شايفين كده مكان التلاجة مكان التلاجة برضو زي التلاجة يعني بيفرش عن حاجة عايز يتنظف زي ما قلت لكم ان انا ليا فترة ما رحت اشتاء او كده فكل حاجة تبهدلك هشيل التلاجة من مكانها وهبدأ اعمل ايه انظف المكان ده بصوا انا عملت بحر لوحدي لوحدي بصوا كمية المية على فترة هي مش ظهرة في التصوير هي كمية مية كتيرة جدا عشان انا صبنتها مية كتيرة فاهمين لكن عشان كده كنت عايزة ادخلها الحمام وكده انظفها في الحمام اكتر لكن انا ملقتش منفعتش ان انا دخلها الحمام قلت له انظفها مكان هنا بحرق التلاجة من مكان عشان خطر انظف الارضية يعني انا بدأت حاجة لازم بخلصها للنهاية الارضية بصوا بصوا انا حبيت اصور لكم كل حاجة على الطبيعة على فكرة انا مغيرتش في اي حاجة ولا داريت اي حاجة كل حاجة على الطبيعة زي ما انتو شايفين كده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طبعا هنا انا ورشيت المية وجبت المساحة وجريت المية لكن المكان لسه ما انظفش هعمل ايه هروح جايبها شوية اريل وارش كده شوية اريل وبالفرشة بتاعت المقشة كده وادعك الارضية بصوا اي فرشة بتاعت المقشة عندي او اي مقشة بتاعتي بضبوز مش برميها بخليها عشان باستعملها في كده بادعك بيا هادعك الارضية بعد كده هاجيب مية وارش وامسحل الارض كويس وبعد كده هرجع التلاجة مكانها انا اللي نفاني في موضوع ان التلاجة ان انا حركها براحتي طبعا عشان انا مش قاعدة في الجهب التلاجة ما ينفعش طبعا تحركيها لو انت بتستعمليها تفعش تحركيها وتشغلي التلاجة غير بعد ساعتين او ثلاث ساعات على اقل تسيبها ما تشغلهاش قبل ما تحركيها من مكانها تفصليها تخليها ثلاث ساعات او ساعتين عشان تحركيها بعد ما تحركيها وترجعيها مكانها برضو بتسيبها نفس الوقت عشان خطة تضمان التلاجة مطبوس بالنسبة لي انا ساهل الموضوع عشان زي ما قلت لكم انا مش اهدف الشقة ومش بستعملها فانا بحرك واودي فيها واجيب براحتي من غير اي مجهود بعد ما مسحت وكل حاجة هرجع التلاجة مكانها عايز اقول لكم على حاجة يا جماعة الباب شايفينه باب اللونه ابيض ده باب باب بتاع منورة تشوفوا الشباك كمان الباب ده بتاع المنور المنور العرض بتاعه حوالي متر اللارب هو جميل والارضية بتاعته سراميك ومتبيض وكمان السقف بتاعه شبكة عاملين الشبكة كده منه للسماء يعني وانا في الدور التاني يعني المنور ده جميل بالنسبة لي بقى جميل جدا هو فعلا جميل بس المشكلة انا افلاها على طول كمان جايبة من تحت كده في الباب في فراغات رحت جايبة اسمنت ابيض عجلت الاسمنت الابيض وصديت الفراغات دي خالص وفي الجوانب كمان في فراغات صديتها خالص لكن بالنسبة لي سبب قوي المنور فيه ابراز وانا بخاف من الابراز جدا جدا بصوا هو الباب ده فارحت ايه جايبة قفلت الباب وارحت جايبة اسمنت وبرضو قفلت كل حاجة او اي حاجة ما تفتحها قفلتها بالكده يعني عشان اضمن ما فيش اي حاجة توصل او تدخل للمطبخ بصوا انا فيه شبكة هو جميل جدا والله بعد ما مسحت وكل حاجة هرجع التلاجة مكانة وبعد كده هرجع ايه اكمل بقى المطبخ ونظف المطبخ طبعا مطبخ بقى دي المية هنظف المطبخ بصوا انا حاول تقرب لكم بالكامير عشان تشوفوا معي اه وكمان هروح هنظف الطرقة ونظف كل حاجة بصوا وعايز اقول لكم على حاجة وانا بصور في الطرقة كده وبيصور لكم الحمام كده وانا بنظف الحمام اه كان الفون بتاعي قعد فيه شحن 3% 3% والله معرفتش هعمل ايه معرفتش هصور باقي او انا بنظف كده عشان خطر الشحن وكمان انا مش واخد شحن معاه يعني كان خلاص هيبوز مني التليفون فحبيت صورتلكم بس الجزء الاخير كده يعني بمعنى صح بعد منظفت وكل حاجة رجحت التلاجة مكانها كان فيها طبعا نسبة مية وروحت ايه جر المية بالشكل ده وقلتلكم ان انا هنظف المطبخ بصوا انا قفلت التلاجة كده لكن وانا ماشي او قبل ممشي على طول هروح فتحها التلاجة وهسيب التلاجة همش واسيبها مفتوحة ليه عشان ما تعملش ريحة او ريحيتها بنعنى او صح ما تكم كمش عشان هي لسه ايا كان نشفتها وكل حاجة لسه برضو فيها ايه نسبة ليونة او رضبة كده فاهمين فانا لازم خليها تنشف تماما من المية فهسيبها كده ومش هيجرها لأي حاجة هنا طبعا ترجحت التلاجة مكانها زي ما شفته كده وهرجح كمان اركب الادراج والارفف وارجح كل حاجة مكانهم كده بالنسبة لي احسن واضمن ان انا اسيب التلاجة مفتوحة عشان ما تعملش ريحة او تعمل اي حاجة كمان لما هرجح تاني هحط فيها فحمة عشان خطر الريحة زي ما قلت ان الفحم بيمتص الريحة بتاعت ما بيكون في التلاجة كمان في الفريزر يا جماعة في رف انا دايما باشيل الريحة بتاع الفريزر ده يعني مش عارفة بحس انه مدايقني بصو انا يمكن باشيله خاصة عشان حاجة واحدة لما يكون عند عيش ممكن خمسين عيش وكده او ام ابتبعت لي عيش وكده بحط العيش او كيس العيش بحطه فين في الفريزر فما ينفعش ان انا حط الريحة فعلى طول باضطر ان انا اشيله الريحة اللي في الفريزر لكن هتشوفه في النهاية صبنت الريحة وحطيته كمان في الفريزر وبالمناسبة حبايا بقلبي حبا اشكر كل حد جديد اشترك في القناة وكمان باشكن مش تاركيني كلهم كلهم في قراسي ونورتوني وشرف لي طبعا ان تنضموا لي وتنضموا القناتي رب الفيديوهات كده تكون بتعاكبكم بص حبايا بقلبي المطبخ بعد المطبخ ما خلصته على طول خطة الطرقة الطرقة دي في وش المطبخ بالضبط هي حكمة مش كبير وفيها الحوض والحوض مضايق طبعا انه هو فيه من برى الحمام انا بحب الحوض يبقى من جوه زي ما قلتلك ان انا ما قدرتش اصور الحمام كده وانا بقى امسحه وخطر التليفون كان هيفصل شحن بس هنا الحوض انا عايز اشيل الحوض ده وحط مكانه ايه الغسالة ودخل الحوض من جوه وهي كده اعمل شوية تغييرات ان شاء الله يعني ده في النية وبكده حبايا بقلبي ويكون رجحت كل حاجة مكانها وزي ما بقول دايما من افسد شيئا فعليه اصلاحه كل حاجة رجعت تمام وزبطت كل حاجة وزي ما قلتلك ان كان التليفون هيفصل صورت اخر جزء بعد من اضفت الحمام وبكده هنا فتحت التلاجة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو وانا ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ويدوس على كل عشان يوصل لكم كل جديد مني وتحياتي نجوة سالم ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته